الشفرة الوراثية نسخ الـ DNA مقدمة أهمية البروتين لكي ينتص الجسم الطعام المهضوم، يحتاج إلى مختلف البروتينات والإنزيمات حتى يحصل على المواد الغذائية اللازمة له. لذلك، يحتاج الجسم لإنتاج أنواع مختلفة من البروتينات والإنزيمات. وهنا يأتي دور الـ DNA. تخليق البروتين من الـ DNA. يتكون الـ DNA من شريطين على شكل لولب المزدوج. كل شريط يتكون من القواعد النيتروجينية الأربعة C وA وG وT. ويعد لولب المزدوج متكاملاً، أي أن القاعدة A في أحد الشريطين تتكامل مع القاعدة T في الشريط المقابل. وكذلك القاعدة C تتكامل مع القاعدة G في الشريط المقابل. يتم تحويل الجين في الـ DNA إلى تتابع من الأحماض الأمينية في عمليتين. هما النسخ والترجمة. وعملية نسخ الـ DNA هي ما سنتعرف عليها في هذا الفيديو. عملية نسخ الـ DNA يحتوي الـ DNA على الجينات التي تحمل المادة الوراثية. يبدأ الجين بجزء يسمى المحفز Promoter وأنتهي بجزء يسمى المنهي Terminator. تتم عملية نسخ الـ DNA داخل النواة حيث يستخدم الـ DNA كقالب لتكوين الـ RNA الرسول. وذلك بمساعدة إنزيم بلمرت الـ RNA. تتم عملية نسخ الـ DNA على ثلاث مراحل. هي الابتداء الاستطالة الانتهاء عملية نسخ الـ DNA مرحلة الابتداء أثناء عملية الابتداء، يعمل موقع المحفز في الجين كموقع التقاء مع إنزيم بلمرت الـ RNA. يعمل ارتباط إنزيم بلمرت الـ RNA مع الـ DNA على فك اللولب المزدوج لتنتهي بذلك مرحلة الابتداء. عملية نسخ الـ DNA مرحلة الاستطالة ثم تبدأ مرحلة الاستطالة التي يقوم فيها إنزيم بلمرت الـ RNA بالسماح باستفاف قواعد نيتروجينية مكملة لأحد شريطي الـ DNA ليتكون الـ RNA الجديد وهو الـ RNA الرسول، وتنتهي بذلك مرحلة الاستطالة. عملية نسخ الـ DNA مرحلة الانتهاء يستمر تكوين الـ RNA الرسول إلى أن يصل إنزيم بلمرت الـ RNA إلى موقع المنهي في الجين، ثم انفاصل إنزيم البلمرت في الـ RNA الرسول عن الـ DNA.